في إطار تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلاد وجمهورية الصين الشعبية في العديد من المجالات لاسيما المجال التعليمي هو الهدف الأساسي من هذا اللقاء الذي جمع وزير التربية الوطنية مع السفير الصيني لدى البلاد حيث حلت هذه الزيارة للسفير الصيني لدى البلاد سعادة وانشينغ في وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة وخلال هذا اللقاء تباحثها الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعليم هذا وعقب خروجه من المقابلة صرح السفير الصيني للصحافة بأن الهدف من الزيارة هو تقوية التعاون في مجال التعليم الأساسي وأن بلاده ستعمل مع شات على تعزيز سبل التعاون من أجل تحسين نوعية التعليم بقية الإسراع لتطوير قطاء التعليم الأساسي في شات مؤكدا أن الصين ستدعم شات فيما يتعلق بنهضة وتطوير التعليم في المرحلة الأساسية وقد أوضح السفير الصيني بأنه سيكون في الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري تدشين فصول دراسية لتعزيز الصداقة بين البلدين كما قدم دعوة للوزير بحضور مناسبة التدشين وذلك من أجل الرقي بجودة ونوعية التعليم الابتدائي